أعربت الولايات والمتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إذا أما وصفته باحتمال انتشار عناصر فاغنر الروسية في دولة مالي واعتبرت المبعوثة الأمريكية أن وجود هذه العناصر في مالي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني الحالي في البلاد تصريحات المسؤولة الأمريكية جاءت تعقب لقائها برئيس النيجر محمد بازو من نهاية الأسبوع الماضي كريمة اشتطح مهمة وعناصر فاغنر في مالي بحسب مصادر إعلامية فرنسية نقلت عن رئيس بزراء مالي شويغر مايغا أمنية ردا منه على الانتقادات الدولية المتتالية للتقارب الحاصل بين السلطات المالية وهذه القوات الخاصة مبعوثة الولايات المتحدة ضمن بعثة مجلس الأمن إلى مالي عبرت في بيان صادر عن البيت الأبيض عن قلق بلادها إذا أما أسمته باحتمال انتشار قوات مرتزقة في منطقة الساحل الإفريقي حتى وإن كانت منطقة الساحل تشكل أهم التحديات الأمنية في العالم فتبقى مواجهة نفوذ روسيا وبين قوسين الصين في إفريقيا واحتوائه أهم أظن الأولويات بالنسبة للدول الغربية قوات فاغنر المكونة من حوالي ألفين عنصر يرها الخبراء امتدادا للتواجد الروسي في منطقة الساحل بعد الانسحاب الفرنسي وفشل مهمة القوات الدولية في المنطقة خلقت فراغا لا يصب في مصلحة الدول الغربية مما أدت إلى تموقع جديد لروسيا في المالي والمنطقة قصد بناء ممكن تحالف جديد وشراكة تحترم دولة المالي وإرادة شعبها عكس التقارير الدولية الرافضة لانتشار قوات فاغنر بدولة مالي بحجة إمكانية تهديدها للسلم والأمن في المنطقة أسلطات الانتقالية بالبلاد طرى في هذه المجموعة تحالفا جديدا وذا ثقة لحفظ السلام ومحاربة التهديدات الإرهابية